بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى شرح المرسلين اليوم ان شاء الله نبدأ شابتر 7 نشوفيه الانرجي and momentum methods لكتشار 7.1 نشوفيه الانترودكشن والwork of force في السابق كانت البروبلمز اللي تتعامل مع الحركة حركة أي بارتكل نحلها باستخدام باستخدام فنتمتال اكويتشن اف موشن لف اكوال ام ا لكن في هذا الشابتر هنقدم لكم ان شاء الله طريقتين اخرى جدد اللي هما method of work and energy ايش تعمل هذه المثود تربط ما بين تربط الفورس بالmass والفلوسطي والdisplacement اللي هي الانتقال الحركة method of impulse and momentum هذه تربط الفورس بالmass بالفلوسطي وبالتايم الwork of a force لاحظ عندي هذه هو اثرت على الجسم هذا البارتكل هذي حركته من a الى a prime اذا ايش هو المتجه اللي تحركت به اللي هو dr هذا متجه الماغنيتو تبعه هنسميها ds الwork of the force is هذه الفورس العمل تبعها ونسميه d u تساوي f الفورس مضروبه في dr اللي هي شوناه هنا طبعا هذا اللي انه scalar product شوناه يساوي الماغنيتو تبع الفورس f مضروبه في الماغنيتو تبع dr مضروبه في كوصان الزاوية فيما بينهم زاوية فيما بين f و dr ممكن هذه الفورس تجزئها الى مراكبات صار هذه المراكبات f f f f z كل واحدة ترى dx dy dz اذا الwork هذا scalar quantity شوناه هنا scalar quantity اذا حيكون ايش هذا ماهو متجه هذا scalar اذا ليه magnitude مقدار وليه اشارة يعني موجب او سالب لكن ما لو direction الوحدة تبعه هي وحدة الفورس ال f الموجودة عندي هنا مضربة في length اللي هي dr اللي هي force newton meter هذه الوحدة تسمعه الجول متعار هنا لو بدنا نشوف الwork of a force during finite displacement انا عندي هذه force اثرت على هذه ترين موجودة عندي هنا حركتها من a1 الى a2 اذا الwork تبعه يساوي f dr نسوي التكامل للطرفين هنا يجينا u من 1 الى 2 تكامل هنا من a1 الى a2 لان نتحرك من a1 وصار عند a2 f dr هذه المغنيتو تبعها هي f dr المغنيتو تبعها ds وcos الزاوية فيما بينهم الزاوية فيما بينهم اللي هي alpha f cos alpha هذه نسميها f of t اذا انا هنا عندي تكامل هذا function of t ds اذا هذا اللي هو المساحة اللي تحت هذه force اللي هي of t لكن الحدود تبعها من s1 الى s2 من s1 الى s2 اللي هي حدود التكامل اللي هي اصلا a1 عند s1 وال a2 عند s2 اذا الwork هنا نقدر نجيبه عن طريق التكامل هذه force من s1 الى s2 الى ودنا نشوف الwork لكن for a constant force in rectangular motion ايش rectangular motion لما تكون الحركة على خط مستقيم اذا تحركت من a1 الى a2 الاتجاه هو هذا صح هذه هي المسافة التي تحرك الدلتا x هذه هي القوة اذا f مضربة في الدلتا x كوسين الزاوية مع بين فورس of gravity قوة الجاذبية انا عندي هنا الweight صح نحن قلنا ان الwork يساوي ليه مركبات ثلاث مركبات المركبة هل هنا ما فيه إلا فرص واحدة اللي هي f of y واللي هي weight ال y في اتجاه العلا دائما وهذه ال w هي سالبة minus w مضربة في h مضربة d y كامل الطرفين هنا و هنا كامل y dy الجين y التي تساوي y2 minus y1 y2 minus y1 إذن الwork تساوي minus w delta y يقول لك هنا delta y h هي vertical displacement from a1 إلى a2 هذه vertical مسافة العمودية تسمى delta y إذن الwork هنا the weights هذا إذا يساوي ضرب h الweights و و و و هنا مضرب delta y متى يكون لما تكون delta y هذه سالبة سيكون الwork positive لاحظ هنا عندي إشارة سالبة إذا كان delta y سالبة 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 موجب إذن يساوي الwork يكون عندنا موجب هذا يعني إيش يعني أن الحركة هل هي اتجاه الأسفل هذا يعني أن الحركة ستكون من اتجاه الأسفل لو تنشوف الwork لكن بالنسبة لل exerted force exerted by a spring نحن نعرف أن القوة التي تأثر على أي spring تساوي k الذي هو ثابت النابض هذا مضربة في المسافة التي تحرك في x نجيب له الwork تبعه du تساوي أصلا نحن نقول f في x صح ال f لحظ عندي هذا force الحركة أين هذا هو الاتجاه إذن الزاوية ما بينهم كم الزاوية فيما بينهم ستكون 180 واحد في اتجاه الثاني في عكس اتجاه إذن cos الزاوية 180 أي شو يساوي يساوي minus 1 إذن هذا من وينجات الموجود في هذه المعادلة هي minus f dx لكن الفرص h تساوي 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 k v x أروح كامل الطرفين g s u 1 إلى 2 و هنا minus x هنا k طبعا ثابت x dx تكامل 1 2 x square نأخذ الحدود من x 2 إلى x 1 نفس المعادلة نطلع 1 2 k بره يصبح عندي x 2 minus x square هذا فرق بين مربعين x 1 plus x 2 مطلب x 2 minus x 1 دخل k هنا هذه دخل هنا ودخل هنا هذه k x 1 f 1 f k x k x 2 f 2 x 2 minus x 1 x 2 minus x 1 delta x 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 e 어 x x 2 2 x 3 1 j x y